يعني ايه برمجة؟ ناس كتير في الفترة دي بتسمع عن البرمجة وان البرمجة مغال كبير بيجيب فلوس كتير لكن لحد دلوقتي لسه في ناس كتير جدا مش عارفين يعني ايه برمجة وبيسألوا ايه هي البرمجة عيب البرمجة ان هي حاجة مش ملموسة يعني ماينفعش امسك حاجة معينة وقول دي برمجة البرمجة هي ان انا بحول اي جهاز الاكتروني ان هو يعمل حاجة معينة يسهل على البشر حاجة من الحاجات اللي بيعملوها زي مثلا الكمبيوتر اللي قدامي ده الكمبيوتر ده هو حتة حديدة هو زي ما هو كمبيوتر مش بيتغير أبدا لكن اللي بيخليه يعمل حاجات أكتر هي البرمجة يعني أنا لو نزلت عليه لعبة فالكمبيوتر دلوقتي حقدر ألعب عليه اللعبة دي مش حارف أمسكها لكن دي برمجة هو نفس الجهاز ما كانتش بيعمل أي حاجة تانية لكن لما نزلت عليه اللعبة بقيت أقدر ألعب عليه لو نزلت عليه برنامج لأه علاقة بالشغل بقت اقدر اشتغل عليه طب البرنامج ده عبارة عن ايه عن برمجة نفس الجهاز نفس كل حاجة مضايرش لكن البرمجة خلت نفس الجهاز ده يكون امكانياته اعلى ويسهل علي شغلي ليه بقى البرمجة بتكسب فلوس كتير لان البرمجة بتوفر على الشركات فلوس كتير يعني انا النهاردة بدل ما يكون عندي عشر محاسبين يكون عندي محاسب واحد وبرنامج على الكمبيوتر بيعمل الحسابات المحاسب ده بس عشان يراجع على الكمبيوتر ويتأكد ان الحسابات اللي داخله مضبوطة لكن الكمبيوتر هو اللي بيعمل كل حاجة وبالتالي انا استبدلت تسع محاسبين لبرنامج واحد وبالتالي انا ما عنديش مشكلة ان ادفع في البرنامج ده مبلغ كبير مقابل ان هو يوفر لي حاجات كتير جدا البرنامج ده عمره ما هياخد اجازة مثلا المحاسبين كانوا بياخدوا اجازات البرنامج عمره ما هيغلط لو البيانات اللي داخله صح عشان كده انا عندي محاسب بيتأكد ان البيانات اللي داخله مضبوطة بعد كده خلاص الكمبيوتر عمره ما هيغلط البرنامج عمره ما هيجي يقول لي انا عايز زيادة في المرتب فانا وانس ان انا اشتريت البرنامج انا وفرت على حياتي اللي جاية كلها انا بدفع تمن ومرة واحدة وطول حياتي باستخدمه من غير ما يطلب اي حاجة او يعطل او يوقف شغلة او اي حاجة ايس على ده كل المجالات كل ما اعمل برنامج يوفر لي مجال محدد انا بوفر فلوس كتير جدا فلوس اجازات الناس فلوس مرتبات فلوس حاجات كتير اوي 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 عشان كده الشركات ما عندهاش مشكلة ان هي تدفع في البرمجة عشان البرمجة دي مهما كانت غالية هي وفرت علي حاجات كتير اوي اغلى من البرمجة زمان مثلا لما كنت احب اطلب اردر من مطعم كنت بتصل بالتليفون وكان لازم في واحد قاعد بيرد على التليفون والواحد ده ممكن يغلط وممكن يتدايق وانا بسأله كتير اوي ويقول لي خلص يا فندم عايز تطلب ايه لكن دلوقتي في برنامج اسمه طلبات البرنامج ده بيخليني اقدر قعد عليه عشر ساعات براحتي اناقل الاكل اللي انا عايزه واطلب ويجي فهم وفروا تمن الراجل بتاع التليفونات ووفر كمان تمن الخناءات لان انا لما بطلب الراجل والراجل يعملني وحش بقفل ومش بطلب من المطعم ده تاني فالمطعم خسر فلما المطعم بقى بيتعامل مع برنامج البرنامج ده عمرك ما هتتخانق معاك وعمره ما يحصل فيه مشاكل هتنقب راحتك وتطلب وبعدين الاكل يجي لك لحد عندك فخلى الراجل بتاع التليفوري موجود لكن وفر عامل ومع توفير العامل ده وفر خناءات ومشاكل كتير فما فيش اي مشكلة انه ادفع اكتر في البرنامج عشان انا حكسب اكتر بعد كده برضو الروبوتات انت بتشوف روبوت حديد وبيتكلم زي الانسان وبيعمل حاجات الروبوت ده عبارة عن حتة حديدة فبيعملش حاجة لكن البرمجة هي اللي بتخلي الروبوت ده يقدر يعمل حاجات معينة يقدر يتكلم يقدر يفهم يقدر يعمل اي حاجة انا برمجته عليها الروبوت هو نفس الروبوت حتة حديدة لكن كل ما زود برمجة كل ما الروبوت ده هيقدر يعمل حاجات اكتر عشان كده البرمجة ده حاجة مهمة جدا يبقى اي هي البرمجة؟ البرمجة ده علم بيخليني أقدر أخلي أي جهاز إلكتروني يعمل خصائص زيادة من غير ما اشترينه أي حاجة زيادة هو نفس الجهاز بس ببرمجه بالعلم اللي عندي بتاع البرمجة عشان أخلي نفس الجهاز يعمل حاجات أكتر